شكراً سيد المستشار المحترم تبنت إدارة المعهد العالي للدراسات البحرية استراتيجية للإصلاح تتقوم من جهة على تنويع عرض تكوين من خلال فتح تخصصات وشعب جديدة تستجيب لمتطلبات القطاع البحري والمينائي الوطني والجهوي ومن جهة أخرى تجود تكوين البحري ليتوافق مع المعايير الدولية وخاصة معايير استيسد ويلبي في هذا الإطار تم اعتماد منظومة للتكوين تقوم على مسلكين وهما مسلك المهندس ومسلك الماستر الذي تم مفتحه خلال سنة الدراسية 2020-2021 إلى جانب مسلك تكوين ضباط الملاحة التجارية كما عامل المعهد منذ سنة الدراسية الماضية على فتح مجموعة من الشعب الجديدة المرتبطة بالهندسة في العلون البحرية والميكانيك والصناعة وصيانة السفن وشعبة الماجستر في تدبير الشؤون البحرية والإيجازة المهنية في النقل البحري وقت تخرجه هذا الموسم من المعهد فوج مكون من 97 طالب 77 منهم برتبة ضابط بحري و20 طالب في سلك ماستر تدبير الشؤون البحرية كما يضم هذا الفوج أيضاً تسعة خريجين من دول إفريقية وفي مجال التكوين المستمر يعد المعهد قطباً إقليمياً مهماً على سعيد الإفريقي نظراً لاجتمال عرض التكوين المستمر للمعهد على معظم التكوينات المطلوبة في مجال البحري والمينائي سواء خاصة بضباط الملاحة التجارية أو بباقي أتقوم رجال البحر كما أن جل التكوينات المقدمة من طرف المعهد معترف بها من طرف المنظمة البحرية العالمية وفي هذا الإطار يقوم المعهد سنوياً باستقبل مجموعة من طالب المغاربة والأجانيب وتنظيم دورة تكوينية لفائدتهم في إطار اتفاقيات وقد تم خلال سنة 2022 و23 إبرام عدة اتفاقيات إطار جديدة مع عدة شراكاء مؤسساتيين مغاربة وأجانيب كما انخرط المعهد منذ سنة 2019 في استراتيجية جديدة للطوير البحث العلمي والتقني حيث تم في هذا الإطار خلق المرصد الوطني لعلم البحار وهو بمتابة مركز البحث العلمي في علوم المحيطات والطاقات البحرية المتجددة والذي تم قابوله من طرف الجنال الوطنية للهيدرغرافية وعلوم البحار التي ترأسها إدراء الدفاع الوطني أما على المستوى الحكامة فقد تم اعتماد تنظيم جديد للمعهد منذ غشت 2020 وتم تفعيل دور مجلس المؤسسة من خلال إشراك جميع مكوناته في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي والإداري عبر الليجان المنباتقة عنه ويتميز المعهد بكون جل أنشطة التكوين البحري والبحث العلمي خاضعة لمعايير الجودة حيث يتوفر المعهد على شهادة الجودة إيزو نف ميل 1 التي تم تجديدها سنة 2022 وشكرا